اهلا بكم الى موجة اخبار الان افاد مصدر محلي في محافظة كاركوك العراقية بان تنظيم داعش فرض الاقامة الجبرية على عائلات قادة وافراد بالتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة واضاف المصدر ان ما يحدث يدل على حالة الانقسام بين قيادات داعش التي بدأت تحارب بعضها البعض ما سيشكل خطوة مهمة في سرعة انهاء وجود التنظيم فيما تبقى من المدن والمناطق كشف تحقيق مشترك بين منظمات حقوقية سورية الاستهداف الممنهج للمرافق الطبية في محافظة ادلب من قبل قوات الاسد وروسيا خلال شهر ابريل الماضي واكد التقرير تعرض 25 منشأة طبية في سوريا لما متوسطه هجوم واحد كل 29 ساعة وقد وجد بشكل مستقل ان 91% منها نفذت بواسطة قوات الاسد او القوات الروسية معظمها في ادلب اندلعت مواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي بمفرق المخى شرق معسكر خالد فيما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعا للميليشيات في محافظة تعز جنوب اليمن وافادت مصادر مطلعة بان الميليشيات الانقلابية قصفت مواقع للقوات الشرعية في الاطراف الشمالية لمديرية المخى غربي تعز اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية التي اطلقت صاروخا باليسيا جديدا عابرا للقارات معتبرا ان بكين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة وكان ترامب وصف اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليسيا جديدا عابرا للقارات بانه عمل متهور وخطير سيؤدي الى عزل بيونج يانج اصدر مركز الارصاد الجوية في تايوان تحذيرات بحرية وبرية مع اقتراب اعصار النساء فيما قررت السلطات اغلاق المدارس والمكاتب في ثلاث محافظات شرقية وسيشهد جزء من جنوب تايوان امطارا ورياحا ومن المتوقع ان يشهد وسط وشمال تايوان سقوطا متكررا للامطار فيما ينتظره طول امطار غزيلة على المناطق الساحلية تسعى ادارة الغذاء والدواء الامريكية الى تقليل النيكوتين في منتجات التبغ وذلك للمرة الاولى في تاريخها وتهدف السياسة الجديدة الى الحد من مستويات نيكوتين بغية تقليل اعداد المدخنين في البلاد نهاية الموجاز الى اللقاء